موسيقى أحياناً منحس أنه فعلاً كلمات الأغنية هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفش هدفش منحس أنه هذا عن جد واقع أنه السيارة مثقلة بالمشاكل مش المشاكل الخارجية المشاكل الأحيانة تكون داخل السيارة عن طريق الأب والأبناء التربية داخل السيارة موضوع مهم وممتع بالتأكيد سيكون مع دكتور يزن عبدو الأخصائي في التربية والأخصائي التربوي الأسري أهلاً وسهلاً فيك دكتور دائماً نكون طواقين للفقرة مع حضرتك الله يرضيك وأنا كذلك والله يطوق مع جميع الفريق ومع الجمهور الرائع جمهور الرؤية على امتداد العالم العربي موضوع مهم جداً دكتور ما معنى التربية داخل السيارة جميل هل لو طلعنا رقم أنه هل من ربي أولادنا جوه السيارات الجواب نعم طب كم نسبته يعني اعتقادي مش أقل من 15-20% لأنه على الأقل جميع أطفال الأردن وأبناء الأردن عندهم حركة بالسيارات يومياً للمدرسة وعودة من المدرسة نهيك عن الحركة الثانية وفيه تواصل هايثم كثير واضح وكثير مؤثر من الآباء والأمهات على الأبناء جوه السيارة تمام وصراحة يعني أنا بلما أرجع الحلقة بجوز عملنا سيرتشيك بحث سريع على مئة أب وأم نعرفهم هل بتهتموا بتربية الأبناء أثناء القيادة؟ كان الجواب نعم لتنين بالمئة تنين من مئة واحد الباقي لأ شو موضوع في تربية في السيارة عن جد في تربية في السيارة الجواب بلا شك نعم في تربية في السيارة وهي انعكاس هايثم للنظام البيتي ترى عفوا دكتور هذا نفس سؤال حضرتك اللي أجريته على مئة شخص هو نفس سؤالنا التفاعلي اللي كان من الصبح هل تهتم بتربية أبناءك داخل السيارة؟ بشكل كبير كان الإجابات كان عندنا بشكل كبير أو متوسط أو ضعيف النسب كانت بشكل كبير أديش كانت النسبة؟ 74% نسبة يعني جميلة ممتازة 13% منخفض متوسط 13% متوسط يعني 13% 13% و74% يعني هلأ بآخر الفقرة منشوف النسب كمان مرة ولكن يعني نحن دائما في أسئلتنا التفاعلية بحس الناس بجوز بيغاوزوا مع حالهم شوي بميلوا لحال دليل لما عملت الاستبيان أو الدراسة السريعة على أرض الواقع كانت جواب 2% هو الواقع هيك لكن ما نشاهده عن جد هيثم بالشوارع هو إلى حد ما مختلف خاصة في الأردن بأقليم الثلاث شمال وسط وجنوب نلاحظ بأنه الاهتمام بالتربية الأبناء داخل السيارة مش ولابد مش كافي كما يجب من أمثلته أنا أحكي أمثلة لأنه أنا بدي أحكي صورة السيارة جوا صورة البيت في أباء بيجوا بيحكو لك يا ابن الحلال طب ليش أولادي عصبيين في مرحلة 8 سنين و 7 سنين وأصغر وأكبر أنا بحكي لهذا الأب أو لتلك الأم أنه بس خدي مشهد صغير من قياتك أنت للسيارة أو من قياتة الأب الذكر بالذات للسيارة من لاحق بأنه دائما هيك تنشن الأب جوا السيارة و دائما عصبية و دائما بيصرخ ربما و دائما ربما بيشتم أو البيئة بيئة القيادة اللي في الأردن حقيقة برضو فيها تنشن زيادة عن اللزوم كل هذا بيخلي الطفل يشعر بالانزعاج و يقلد ما يشاهده من والده داخل السيارة هاي مثلا زاوية موضوع الشرطة بهمش الأمن العامل لكلنا نعشقهم و نحترمهم و نجلهم و لهم أثر كبير علينا في حياتنا في الأردن بالأمن والأمان و غيره منلاحظ بأنه بعض الأباء بعض الأمهات بتعامل مع القانون اللي بمثله شرطي التعامل في تجاوز فأنا كطفل قاعد أو كيافع قاعد مع أبوي بالسيارة بتعلم أنه صاحب القانون إذا مثلا ما انتبه إذا غفل إذا سامحني بقدر أتجاوز القانون هذا اللي بيصير بعده بالبيت الأب والأم بحطه قانون بيتي يا جماعة الخير أرجوكم إحنا بدنا ننام الساعة تسعة فالطفل اللي شاف أبوه عم بيجاوز القانون وهو بقود السيارة بده يجاوز القانون البيتي وهو عم بيطبقه في البيت الموضوع البعض بفكره عصبية و إشي بسيط الموضوع حقيقة الأكبر من هيك بكثير موضوع مشاهدات أنا عم بحكي عن مشاهدات عملية أو صارت معي يوم الجمعة فروحي من الصلاة فماشي أنا بهدوء يعني والشارع مفتوح فاضي فابدأ أروح يعني بدي أدخل على اليسار فولادي أسمى وأحمد معي فواحد وراي بيزمر شاب مصروع شوي عفوا على الفضاء فيعني طلع يده من الشباك إلي ولولادي وعمل حركة مزعجة فابني الكبير إنه شو هاد صدر هيك عمل فحتى هاي المواقف طبعا هاي حيدخل بسلسلة من التعريفات ليش هيك عمل شو يعني هاي الحركة طب بقدر أعملها وقدر شو أعملها فهذا برضو الزوايا حقيقة مهمة جدا في موضوع تربية الأبناء داخل السيارة موضوع أنا عجبني أحد الناس في إربد من حي أهل إربد وأهل الجلو وأهل الشمال والوسط عمل بنته كانت بصف أول فبتعلم قراءة عربي وإنجليزي فكلما يوقف على إشارة براجحه وياها بسرعة بعض القارمات اللي موجودة نقرأ هاي الكلمة شو هذا الاسم عربي إنجليزي أيوه هذا حرف التي هذا حرف الميم وهكذا فممكن أنه أنا أجعل حتى وقت السيارة ووقت مراجعة ممتع للمذاكرة في أعمار مبكرة نعم جميل جدا شو المواقف الإيجابية اللي إحنا ممكن نستغلها داخل السيارة دكتور وما هي المواقف السلبية اللي ممكن أيضا نستغلها مشان نتعلم أنا بدي أبدأ مواقف سلبية لأنه بجوز البعض بحكي طب ما هو الشارع مليان سلبيات بس أنا إيجابي كأب أو أنا كأم وخاصة للنساء خلينا يا أمهات الإيجابيات والأباء نعلق بصورة إيجابية على التجاوزات السلوكية اللي ممكن يشاهدها ابني معي من الآخرين أثناء القيادة نعم بابا شو رأيك بهذا عمو الله يرضى عليه مثلا مسكر على عمو السيارة الثانية رجعت على السيارة بدي أطلع فلقيت عمو مسكر علي إيش ممكن نعمل؟ نعصب ونكون هاديين أنا بقدر أحيي لغة إيجابية بقدر أحيي لغة بدائل مع أولادي لحل المشكلات السلوكية اللي ممكن أتعرض لها أنا وياه أثناء القيادة وبالمقابل بدي حقيقة أنتبه وأقيم حالي كأب وأم أثناء القيادة من أهم الأشياء اللي إحنا نطلبها دايما من الأباء والأمهات أنه تكون القيادة ممتعة من خلال الابتسامة ما تتخيل هايثم قديش هذا مطمئن للأبناء إحنا منشاهد أبناء وحكنا نحكي بالحلقة أنه الأب يصرخ واتفرج بالله على الأبناء اللي قاعدين وراه شو الرعب اللي في نفوسهم طبعا فيلم رعب بتكون الرحلة الأب يصرخ وهذاك السيارة الثانية يصرخ على أبوهم وبيصير الطفل يتخيل أنه بابا بده ينضرب بابا بده يضرب بابا بده ينزله دم بابا بصرخ بابا معصب من السلبيات اللي إحنا لسه نازلنا مشاهدها في الأردن وفي الآون الأخيرة والله ما بعرف ليش عم بتزيد خاصة يعني في آخر الصيف وفي الربيع اللي هي اللي بيطلعوا أبناءهم من السيارات والله قبل فترة والدنيا برد إنه بنتين مفتوح لفتحة السيارة وبنتين صغار طنعين على طريق مطار ويعني برد وهوى وشعرهم طاهر لا سمح الله إجا في إشي في عينهم لا سمح الله ضرب برك فجأة اللي بيكون مطلع إيده اللي بيكون مطلع اللي بيكون ماسك ابنه نعم وهي موجودة وعم بسوق هو طبعا كلها هاي مظاهر حقيقة غير مرغوب بها خطيرة جدا في موضوع في موضوع قيادة السيارة أو تربية الأبناء أثناء قيادة السيارة من الأباء والأمهات نعم حكينا في البداية الفقرة دكتور عن إنعكاس هاي المواقف السلبية على الأطفال كيف تنعكس هاي المواقف السلبية على الأطفال هلأ المشكلة عند الطفل إنه الأب والأم صدق في كل شيء يقوم به تمام سواء كان هذا الشيء مقصود مباشرة من الأب أو غير مقصود من الأب فالأب لما زي ما حكينا يتجاوز إشارة هذا مفهوم عند الإبن بأنه تجاوز القانون مسموح به تمام لما أنا الأب أقول شوف عمه الشرطي هذا أوعى يمسكنا هذا إذا مسكنا بخالفنا بعمل شغلتين بعلمه بعطيه بأنه تجاوز القانون باحتيال صحيح وهذا خطير وعمه الشرطي اللي هو سبب الأمن والأمام بعد الله سبحانه وتعالى بدنا نتحايل عليه وبدنا نضحك عليه وبدنا نكرهه هذا مثلا بتقمصه فورا الإبن أو البنت أثناء قيادة الأباء والأمامة للسيارة في موضوع الألفاظ لما أنا أحكي لفظ داخل السيارة سواء إيجابي أو سلبي فورا إبني راح يأخذ هذا اللفظ مباشرة مني ويعيد تكراره أو يسأل حاله شو هذا اللفظ ونحن نعرف للأسف أنه الإنسان بس يدخل بحالة عصبية شديدة جدا ممكن يرجع لسنوات من عمره قديمة ويتلفظ بألفاظ أو يقوم بأفعال قديمة جدا هو لا يدركها المشكلة أنه ابني لقطها مني والعكس طبعا صحيح إذا كان الموقف إيجابي موضوع اليافعين أنا برضو بدأ أحكيه بالسيارة كثير بيجونا أبا وأمهات عندهم يافعين مراهقين نحن نحكي على 12 و 13 سنة بيسألوني أمتى أحلى وقت وأنسب وقت أحكي مع ابني فيه أوجه ابني فيه نحكي لهم بالسيارة ليش؟ لأن اليافع ما بحب التقاء العيون أثناء التوجيه وما بحب الكلام المباشر والأوامر كيفية بحب الحوار بس الحوار بدون التقاء العيون فأنا لما أكون أسوق بتفرج وبحكي مع ابني اللي جنبي أو بنتي اللي جنبي برضو مكان مناسب للحوار أستغله وأستثمره في بعض الآباء والأمهات عندهم مشكلة كبيرة وهي ظاهرة منتشرة بالأردن ورطة العربي أنه أنا آبا أخذ أولادي على المدرسة بس أنا منفصل عنهم وأنا جوا السيارة أنا بحكي تليفون للأسف بسمع راديو أخبار أسمع أغنية فخلي وقتنا مع أولادنا أثناء السيارة نوعي خاصة الآباء إحنا نحكي أنه الأب لازم على الأقل في اليوم يقعد مع أولاده ستين دقيقة تمام ساعة يعني ممكن ربع ساعة ربع ساعة أربع أربع أو نصين هذا المينمم على الأقل هذا المينمم مينمم للأب المشغول المضغوط المطعوص بالشغل ستين دقيقة لازم يطلعهم ومش صعبات بس ستين دقيقة نوعيات تمام بيكونوش أنه بقعد جنبه هنايم هنايم بنام جنبه ترد ساعة أو فتح لي على الأخبار أو خلي في تواصل السيارة منها يعني أنت بتطلع بالسيارة على الأقل تلت ساعة إذا مش أكتر تواصل نوعي بينك وبين وعدك سكر لها الراديو سكر لها التليفون سوق وركز بس احكي مع أولادك دردش مع أولادك حاورهم امزح معهم اسمع منهم وقت السيارة وقت مهم للأباء والأمهات اللي للأسف منفصلين عن أولادهم في التربية وفي التواصل وفي التعامل نعم جميل جدا مواقف إيجابية أثناء القيادة وكيفية استغلالها والله يشوف لا والله فيه الحمد لله الحمد لله أكيد فيه وفيه بوضوح كما في الأردن نحن نحب الالتزام بالقوانين تمام وياريت برضو من الأمهات والأباء نوضح لأولادنا ما تمر مرور عابر نوضح لأولادنا أنه هاي الإشارة لونها أحمر احكوا لي لما تصير خضرة نعملها لعبة جوه السيارة ويصيروا يتنافسوا من ويحكي أخضر قبل الثاني إذا كان أكثر من واحد الله خليهم ومنعلق أنه دائما الالتزام بالقوانين جميل هاي القوانين وضعت لأجل سلامتنا لأجل مصلحتنا فأنا عم بعزز القانون البيتي تمام بأنهم أولادي يتبعوا الهدوء كثير مهم هيثا في موضوع التعامل مع الآخرين عند الخطأ أمام الأبناء شخص ستزاء جاوز عني بالسيارة أو لز علي بالسيارة فأنا ببعد وبتجاوز بعلم ابني إشي اسمه الحكمة إشي اسمه الهدوء إشي اسمه الروية إشي اسمه التسامح إشي اسمه الإيثار وبعلق تعليق بسيط أنا آثرته عشان شفت عمه اللي صبح الله مستعجل فأجبده معايش فأنا وسعت له الطريق تمام عمه عصبي الله يهديه فأنا بدي أكون هادي عشان هذه كلها رسائل إيجابية يجب نهتم فيها بصورة كبيرة جدا أثناء قيادتنا للسيارة وإحنا عندنا الجبال زي ما بحكوها علمونا وإحنا أطفال تتكوم الحصة والتربية جبال التربية بتتكوم من سلوكيات بسيطة جدا أحيانا دكتور بيكون فيه وقت طويل رحلة طويلة أو بعض العائلات خصوصا في نهاية الأسبوع بنتقلوا من مدينة لمدينة بيكون فيه ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات في السيارة كيف نستغل هذا الوقت وهل هو فعلا ممكن يكون وقت نوعي إنه نستغله أو لا جميل جميل سؤال رائع وهذا موجود الحمد لله في الأردن اللي هو الوقت بتحرك الإنسان فيه من مكان لمكان أنا مع أنه يكون فيه برنامج مخصص لذلك من الأب ومن الأم لعله الأم أفضل في إدارة هذا الموضوع إنه بس الأب يجب أن يشارك فإحنا بدي أوزع وقت الرحلة مثلا طلعنا من عمان لإربد أو للشمال بنحكي عن ساعة ساعة وربع فبدي أكون فيه وإحنا بنعملها يعني أنا كيزا أنا وعلتي إنه فيه عندنا قصة ممكن يحضرها من الأولاد نحكيها لبعض فيه عندنا ألعاب وألعاب تكون مسلية مش ألعاب الفيديو فيه عندنا كلام فيه عندنا حوار فيه عندنا شئ بيتي بدنا نحاوره يا جماعة الخير ونحكي فيه ونتخذ فيه قرار وأنا ما بحكيش بس عن المراهقين أنا بحكي عن أطفال عمر سبعة وثمانية وأقل شوي وأكبر كتير كله بنفع إني أحاوره أثناء قيادتي للسيارة وأحل شؤون بيتي وأخذ رأيهم وأحاورهم أثناء قيادة السيارة هاي ثم أنا مش مع كتير إنه السيارات اللي فيها فيديو أو ديفي دي على الركيات أو نحضر أفلام إنه الله زيانة عقبة يلا بدنا أربع ساعات نحضرنا أربع أفلام ولا فيلمين مش معها أبدا لأنه وقت النوعي للحوار جوا السيارة للعب جوا السيارة لقصة جوا السيارة لنفتح موضوع نحيي فيه جوا السيارة أهم من إنه أنا حط أولادي ساعات على الفيديو في السيارة ويشوف الفيديو أو شوف الموفي اللي في السيارة نعم نعم جميل جدا يعني دكتور أنت عم تحكي بالتأكيد يعني هو إنعكاس للبيت أو للعمل أو لأي بيئة من البيئات اللي بعاني منها الأب أو الأم خلال حياته فهي السيارة رح تكون ظل أو رح تكون إنعكاس لهاي العصبية أو لهذا الهدوء في معنا صورتين تعبريات عن هذا الموضوع مع عبد الله هدول الصورتين اللي عم نشوفهم نعم هي بصراحة نحن عملها سيارة طويل فمنقناش غير صورة إيجابية وحدة وهي ملخص لموضوع الحلقة بأنه عن جد في تربية جوه السيارة لابتسامة التفاعل الهدوء الإيجابية التزام بالقوانين يعني التزام بقوانين البيت التزام بقيت السيارة بهدوء يعني هدوء جوه البيت وغير ذلك من المعاني اللي حقيقة المهم أنه نتبه لها جوه السيارة الموضوع حبينا وجوز مع حيثم نلفت انتباه الرائعين جمهور رؤيا لأنه قيموا حالكم أهم شي جوه السيارة هدوء أو عصبية التزام بالقوانين حتى نوصل لابر الأمان بتربية أولادنا أثناء قيادة السيارة إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور قبل النهاية خلينا ناخد نسب سؤالنا التفاعل بعد نهاية الفقرة المختصة في الموضوع إلى أي مدى تهتم بتربية أبنائك داخل السيارة أو أثناء القيادة بشكل كبير 76% جميل يا سلام 14% متوسط و10% فقط منخفض يعني شو رأيك؟ رأيي إنه يريد نوصل لك إن شاء الله وأنا متأكد بعد هاي الفقرة رح يكون فيها أثر وصداة كبير عند الناس نقيم حالنا هم شي هيثم ونحاول كأباء أمهات نرتقي زي ما حكيت حضرتك بمحورين محور الهدوء مقابل عصبية محور الالتزام بالقوانين مقابل خرق القوانين أو التحايل على القوانين سعيتها رح عن جد نلاقي انعكاس إيجابي على سلوك الأبناء وطربيتهم جوا جميل جميل جدا شكرا شكرا دكتور الله يعطيك ألف عافية موضوع مهم جدا وبجزء يعني كثير مننا ما بنتبه لهذا الموضوع ولكن نتمنى بعد هاي الفقرة معظمنا أو معظم الناس اللي تابعونا رح يصيروا يهتموا في هذا الموضوع